تحياتي يا أصدقائي منتخب سوريا للأسف يخسر في ثاني مبارياته في وضوك أساسي به هدف دون مقابل من المنتخب الأسترالي هارد لك لسوريا وكلام كتير حأحكيه بكل تفاصيل ما جرى في هذه المباراة إذن يا حبايب القلب طبعا منتخب سوريا دخل مباراة لأستراليا بنفس التشكيل اللي بدأ فيه في مواجهة المنتخب الأوزباكي كان في حراسة المرمى المدنية كروما أوسو عليسار عجان عليمين ويس بالنص إذا كالعام واخليل الياس عليسار اللاعب عمار رمضان عليمين محمود الأسود قدامهم أيضا اللاعب إبراهيم هسار وفي الأمام بابلو صباق حقيقة الشوط الأول كان لمنتخب سوريا في أول ربا ساعة استطاع منتخب سوريا أن يمتصد ضغط الأسترالي لا اتفق سوية أنه نحن لم نتوقع أن نشاهد هكتر الكوبر أن يلعب بنفس هجومي في الشوط الأول بهؤلاء اللاعبين قدر يعني منتخبنا يصنع ثلاث فرص محاققين لتسجيل الفرصة الأولى كانت لبابلو صباق كرة مرفوعة إلى إبراهيم هسار قدر يحجز عليها الطريقة حلوة يعطيها لبابلو صباق بيساره والقائم اللي معزبنا من أيام السوما للأسف فنع سوريا من تسجيل هدف الأول منتخب استراليا يعني كان عم يلاقي صعوبة جدا لأنه كان منتخب سوريا مضيق المساحات في طريقة كتير حلوة محمود الأسود وعمار رمضان عمل مباراة هائلة هو عبد الرحمن ويس اليوم ومنطقيين ما شاء الله عليهم يعني عملوا مباراة هائلة على الجهة اليمنى والفرصة هاي الخطيرة كانت من الجهة اليمنى أيضا فرصة ثانية لمنتخب سوريا من الجهة اليمنى أيضا محمود الأسود وعبد الرحمن ويس كرة مرفوعة وسطت كنت ما حكينا مبارح انه هاي نفس الطريقة للفرصة الي كانت المنتخب الهندي برأسه كلها مرفوعة قطعها للمدافع لعمار رمضان أيضا عمار رمضان تزديدة وفي الشباك هدول الفرص لمنتخب سوريا يعني خلوا عنا هيك شوي راحة بالشوت الأول انه نحن قدرنا شوي هيك كان شوت ممتاز حماس قتالية قدرنا نسكر في الخطوط قدرنا نوصل الشي اللي بدنا ما ناكل هدف في الشوت الأول والقتالية كانت مميزة تسكير المساحات كان مميز الانطلاق يعني عملنا ثلاث أربع محاولات بالهجمات المرتدة ممتاز جدا 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 هلا بالشوت الثاني شوت يعني المفروض نحنا عملنا جهة بدني كتير كبير بالشوت الأول فالمفروض نحنا شوي نوزع جهدنا بالشوت الثاني بلقنا المباراة مع المنتخب الاسترالي بالشوت الثاني محاولين شوي هيك نخفف الضغط عن حالنا طلعنا شوي لبرا لكن ما ما جازفنا يعني كرة للأسف يعني ما بعرف دربكة بيقولولها بالسوري ما بعرف هي عبارة عن عن كرة عدة أخطاء مركبة من اللاعبين وصلت للعب الاسترالي خليل الياس مع اوسو مع كروما يعني مع عمار رمضان يلي اكل طبعا اجت الكرة من بين رجليه اول شي يعني اللي عمل مهارة المهاجم الاسترالي وصلت للكرة وايضا سددها بطريقة خفيفة بين اقدام مدنية يعني ما بعرف انا لو شوي مركزين حرام حرام ناكل هدف هذه الطريقة يعني طريقة اللي اكلنا فيها الهدف طريقة جدا 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 مزعجة مزعجة يعني احنا ما عملوا هني هاي ما عملوا التكي تاكا والله واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة وصلوا على القول وحط القول لا كرة خطأ مركب من الدفاع منتخبنا وقل التركيز شوي من اللاعبين اللي انخفض مستوامهم بدنيا هلا اكلنا الهدف بعد ما اكلنا الهدف نحنا المفروض انه عمل ردة فعل ردة الفعل حتكون بالشوت الثاني انه نحنا بعد تسجيلنا هدف انه شوي نحاول نندفع الى الهجوم عملنا شوية اندفاع الى الامام لكن تبديلات هكتور كوبر طيب نحنا سجل في مرمونا هدف تمام وبابلو صباغ عامل مباراة حلوة الزلمة مندفع بدنيا عامل سبرينتات حلوة سلايدات حلوة عام بقطع الكرات عام نسجم مع الفريق بدلته ليش اتركوا لبابلو صباغ بابلو صباغ اتركوا بارض الملعب يا اخي اتركوا الزلمة مبين بالفورما اليوم ومبين انه عمل قائم ومجهود بدني والزلمة عم يقاتل اتركوا بالملعب يا اخي يعني ما بعرف انا هذا التبديل غريب دخل عمر خريبين عمر خريبين لك والله العظيم من ركضته موجاهز والله من ركضته لعمر خريبين ما نوجاهز نزل عمر خريبين التبديل التاني سحب محمود الاسود نزل فهد اليوسف اللي عنده خواص دفاعية انت ما بدك تاكل هدف تاني يعني هاي تبديلاتك انه انت ما بدك تاكل هدف تاني طيب شو عملت انت بهالحركة يعني نفس تبديلات منتخب الاوزبكي انت بدلت هدول التبديلات مع المنتخب اوزبكستان مش هان ما تاكل هدف هلا انت مطالب كنت انك تسجل هدف ففي روح عند اللاعبين في رغبة عند اللاعبين يا اخي عطيوا من عندك بره ما بدك يعني علاقة دالي ليش مانو بالسكور علاقة دالي ليش بره على المدرش حرام تفاصيل صغيري قدمنا مباراة عظيمة بالشوت الاول هي تفاصيل صغيري بالشوت التاني احنا ممكن رجعتنا لمباراة حرام تبديل التالي دخول يعني انتونيو يعقون يعني اخر عشر دقائق ما برز كتير اللاعب اول مباراة رسمية رقلو مع المنتخب طيب هلأ لو انه هلأ يعني كان في بعض اللاعبين مع علاقة دالي لانه كان موجود مسلا ما كان شوي حرك الهجوم لاعب سريع لاعب يستحوز لاعب عنا لعبين الارتكاز ازاكيل العم وخليل ياس عملوا مباراة عظيمة بس خلصوا مدنيا بدك تطلع واحد من دول اللاعبين نزل اللاعب تاني خط وسط بس تشيل الفريق والله يا شباب ما عم نحكي نحنا لا فيزيا ولا ولا رياضيات ولا تاريخ ولا عم نحكي الكلام يعني اي حدا عم يتابع كرة قدم بيعرف بيشوف الفريق شو عم بيصير فيه ويشوف شو التبديلات الممكن انت تتأسمر عن انك ترجع بالنتيجة انت ما اعتمد انه ترجع بالنتيجة هيك صحتنا فرصة بالاخير ازاكيل العم هو يعني بدنيا بس 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 اللاعب بدنيا ينزل زهنيا بينزل كتير ما قاعد يقدر يعني الطابة هاي لو صحت له ازاكيل العم بالشوط الاول ممكن هدف يعني كرة مؤيد عجاني اللي سددها من خارج مطاقة الجزاء شوفوا ريان حرس كتير كبير باسترالي بس ما هو مركز باللعب مبين من الشوط الاول اجتوا طابة اطاعة طريقة غريبة يعني كتروا تزديدات على المرمى سدد سدد يا اخي سدد عمل بابلو صباق تزديدي حلوة بالشوط الاول نحنا مزعوجين يعني انا مزعوج على مباراة استراليا لانه عملنا مباراة عظيمة تبديلات طبعا كانت مفروض تكون افضل من هيك بصراحة هذا المنتخب ممكن تبني عليه كتير للايام الجاي بس نحنا عم نحكي على بطولة اسيوية نحنا موجودين فيها الدم لعبة كبيرة مع اوزباكستان كنا ممكن نس هدف والله العظيم منتخب استراليا يا شباب دفاعاته كتير 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 سيئة مانو منظم دفاعيا فريق فيك فيك تضربه ضربناها ثلاثة اربع مرات فينا نسجل هدف فيه يعني على كل حال هي التبديلات اللي عملها بالنسبة لهكتر كوبر يسأل عليها بصراحة يعني مباراة عظيمة ايوة انت كنت دفاعيا جيد بشوط الاول خطرت مرتين ثلاثة بس لما تلقيت الهدف ردة الفعل تبع المنتخب فيه فيه لاعبين نزلوا بدنيا يا اخي بدل اللاعب النازل بدنيا يعني ترك اخي ابراهيم هي صار تركه بالملعة عزلم يفلاحة بابو صباغ تركه بالملعة والله العظيم فيه شغلات غريبة نحنا عم تصير بمنتخبنا نحنا من من حرقة قلبنا والله العظيم من حرقة قلبنا مباراة كانت في متناول والله لو خصرانين اربع خمسة والمنتخب السوريلي مستحوز مثل المنتخب الياباني عم بخطر عشرة اتناعشر فرصة وتزديده على المرة الواحد بيحتي يقول يا اخي خلاص اي كوبر بده حاول ما يتلقى اهدافك تير بس انه ان كنت مباراة بالمتناول لالك حرام نخرج باقل من تعادل بهي المباراة والله العظيم يا شباب والله على كل حال اصدقائي انا اسف شوي هيك عليت نبرة شوي بس لانه كنا 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 ممكن نربح على هالمباراة كنا ممكن نعم تيجيه ايجابيه مانا استراليا مانا مرعبة والله مانا مرعبة تبديلاتنا ما كانت صح بنا نعرف ليش علاء الدالي ليش مانو موجود على الدكة بابلو صباغ تركه والله تركه خريبين ما نجاهز نزل خريبين مع صباغ يعطيكم العافية اكيد كل اللاعبين واحد واحد ما اصرتوا بالنسبة للي ابرز لاعب كان اليوم عمار رمضان و عبد الرحمن ويس و بدرجة ثالثة بابلو صباغ يعطيكم العافية ان شاء الله مباراة قدم مع الهند بيكون الشكل الافضل هنحكي كثير في فيديوهات قادمة اصدقائي دعمكم وتعليقاتكم كثير مهمة بهذا الفيديو باي باي